ترجمة نانسي قنقر كل غنية ما بتشبهها التانية في كتير تنوع بهالالبوم من ناحية المواضيع والموسيقى والأفكار وكلهم بيعبروا عننا يعني بركة إذا بدي أقول من ناحية الأداء والصوت يعني غنية قصية حب هي بركة كان فيها هيك متل تحدي أكيد يعني وقتا تكون الغنية هيك قريبة على القلب وتدقى ريك أكيد يعني بصير هيدا الشي بطريقة عفوية بتختاريها وبتغنيها أكيد أكيد الأمومة الحياة الزوجية كل هالمشاعر أكيد بتضفلك أنت كإنسانة على حياتك الشخصية وبالتالي بتترجم برك كمان فنيا يعني باللوعي طبعيك بنفس الوقت أنا كمان في كتير تجدد بهيدا الألبوم يعني ما في أبدا تكرار بس بتضلك تشوفي الـ identity أو الخط اللي أنا كل عمري متبعته بس بطريقة كمان جديدة ومتطورة أكيد أكيد أنا بتشرف غني كل اللهجات يعني حسب الوقت المناسب والغنية المناسبة أكيد بدأ أشكروا على كل هالحب وهالدعم بقول لهم أنا بحبهم كتير وناطر أنهم نلتقي هذا الحدث حدث كتير مهم لأنه عم نشارك إنسانيا ودعما لجمعية اليوم بوع اللي بتهتم بالأطفال والأشخاص ضوي الإحتياجات الخاصة وهيدا واجب علينا اليوم بمجتمعنا وبكل المجتمعات نكون حد هالأطفال والناس البريقين اللي هن فعليا ملايكي حدنا وهيدا واجب وكتير شعور حلو أنه نكون موجودين اليوم وهيدا الأنرجي موجودة من الناس ومن العالم المعنيين كمان بيعطوك طاقة مش طبيعية شو حلوية طاقة إيجابية كتير كبيرة بيردين روح عن جد بيعطوك أكتر ما أنت بتعطيهم يعني شو ما تعمل أنت فعليا اليوم عم بتشارك عم بتساعد هالعالم ما بتعطيهم قد ما هن فعليا يمكن بهايك إحساسهم ولهفتهم تجاهك وصدقهم قدي هن بيعطوك أكتر بكتير فهيدا شعوري أنه أنا رايح هيك مشرج شرج منه الرسالة اللي اليوم لازم يعني حبيت وجهها أنه عن جد مهم كتير الإنسان يكون بمجتمعه فعال ويقف حد الأشياء اللي لازم يقف حدها ما يكون بس متفرج هيدا الشي بيطور المجتمع وبيطور الوطن وبيطور الإنسان كتير مبسوط والحلو بيبكير أنه فعلا هيك بتلمس الزكريات للكبار بيرجع ولد صغير اللي عم بيسمعها بيتذكر حاله يمكن والحب الأول اللي يحسه هو وصغير والأطفال واللي عمره صغير بيعتبروا أنه هيدا الغنية كمان بتخصهم هلأ فحلو هيدا الموضوع أنه موضوع الكلام واللحن كلام لنبيل خوري واللحن عن جد قدر صاب من خلال هالموضوع وقدرنا اشتغلناها كلنا مع بعض مع التوزيع والإخراج هيدا الأحساس عند العالم وعم نشوفه من أول نهار وشي كتير حلو للجمهور العراقي كل الحب والله يحمي العراق وإن شاء الله يارب بيكون إنا لكاءات وحفلات مع بعض بالمستقبل القريب من أكتر الأسئلة اللي بيسألون إياها المراجعين والمرضى بالعيادة لازم تعرفوا أن المعدل الطبيعي لخسارة الوزن بيتراوح بين نصف كيلو لكيلو بالأسبوع أما الحميات القاسية اللي أكيد بتضمن لك خسارة وزن سريعة ولكن بنفس الوقت تضمن لك أنك ترجع للوزن اللي خسرته بفترة قصيرة وإذا مش أكتر من الوزن اللي كنت عليه وهيدا الحميات ما بتساعد على خسارة الدهون وإنما الخسارة معظمة بيكون من الكتلة العضلية أو من المي وخسارة الكتلة العضلية يعني تباطق معدل الحرق ويعني أنت عم بتبعد عن هدفك أكتر بالإضافة لأنه ممكن تؤدي الحميات القاسية لخسارة العناصر الغذائية بين المعادن والفيتامينات المهمة واللي بيترافقها الشيء مع مشاكل صحية من ضمنها تساقط الشعر تكسر الضفير وغيرها من المشاكل الصحية كمان مثل شحوب البشرة فنصيحتي لإلكم خلي أهدافكم واقعية ملموسة سهلة التطبيق والهدف الصغير رح يوصلت للهدف الكبير وخطوة وراء خطوة مع الاستمرار والسبات والصبر رح توصل لهدفك الكبير ورح تنقص بالوزن قد ما بدك إذا كان الشخص فعلا ملتزم بالحمية الغذائية وفعلا عم يمارس الرياضة وملتزم بالتعليمات وتوقف الوزن عند رقم معين فهيدا الشيء طبيعي في رحلة خسارة الوزن هيدا المرحلة الطبيعية وأكتر الأشخاص رح يمروا فيها بعود هيدا الشيء لظاهرة الووشنج إفكت لأنه خسارة الدهون ما بتعني خسارة الخلية الدهنية أو اختفاء الخلية الدهنية وإنما خسارة الدهون من داخل الخلية الدهنية والجسم كرد تتفعل بيجرب أنه يعبي مي مطرح الدهون اللي عم نخسارها لحتى تتعبى كل الخلية الدهنية بالمي على أمل أنه يحافظ على شكل الخلية الدهنية على أمل أنك أنت ترجع تكسب وزن مرة تانية ويرجع يعبيها بالدهون ويحافظ على شكلها ولكن مع الاستمرار والسبات ومع متابعة الحمية بالشكل الصحيح مع المختص أكيد مع الوقت بفترة زمنية بتختلف من شخص لتاني رح تنزل كلها المي من الخلية الدهنية ورح تنكمش الخلية الدهنية ورح تشوف الفرق فجأة وبشكل مباشر على الميزين وبمقاساتك لكل حدا يسألنا هذا السؤال بدي ألكن إذا كان نظامك الغذائي له تاريخ انتهاء فأكيد أنت رح ترجع للوزن اللي كنت عليه إذا مش أكتر الدايت مش برنامج غذائي مؤقت إنما هو نمط حياة أسلوب حياة لازم نحنا نعدل بمفاهيمنا ومعتقداتنا واسلوب حياتنا لازم نتبنى عادات غذائية صحيحة ونتخلى عن عادات الغذائية السيئة نحنا إذا رجعنا للعادات الغذائية لسببتنا زيادة الوزن أول مرة فأكيد وزننا رح يرجع يزيد مرة تانية ممكن يكون صعب علينا أو على بعض الأشخاص أنهم يغيروا عاداتهم الغذائية المتعودين عليها أو أنهم يطلعوا من الكمفورت زون تبعهم أو منطقة الراحة ولكن نصيحتي لقلكم أنه إحنا ما نغير كل العادات الغذائية الخاطئة مرة وحدة لكن كل مرة نتبنى عادة غذائية صحية ونمارسها لحتى نتعود عليها وبعدها نرجع نتبنى عادة غذائية سيئة كأن مثلا إحنا إذا نكون عم نشرب مشروبات غذية نكون عم نتخلى عنا بالتدريج لحتى نعيش حياة صحية من دون المشروبات الغذية ومن دون أضرارها بعدها منرجع نتبنى عادة غذائية صحية تانية وبهالطريقة نكون عم نغير حياتنا الصحية ونحافظ على صحتنا وعلى وزننا هلأ رح أعطيكن 11 خطوة تتبعوها بنمط حياتكن واسلوب حياتكن إلى مفعول كتير كبير وسحري على خسارة الوزن والحفاظ على الصحة رغم إنها بسيطة وسهلة أول وحدة إنه نحنا ناكل ببطء ونكون عم ناكل بوعي الأكل ببطء بيساعد على خسارة الوزن خاصة إنه نحنا عم نعطي مجال للجسم إنه يعطي إشارة لدماغنا إنه نحنا شبعنا ومش ما بقى بدنا ناكل رقم 2 تحديد موعد ثابت للوجبات هيدا الشي رح يساعدنا على إنه نحنا نتحكم بهرمون الجوع وهرمون الشبع منصير عم نحدد الوقت اللي نحنا بدنا بيطلع فيه هرمون الجوع والوقت اللي بدنا ناكل فيه وأكيد هيدا الشي كمان رح يساعد على خسارة الوزن رقم 3 لازم نترك من 3 ل 4 ساعات بين الوجبة والوجبة اللي بعدها وب3-4 ساعات هوا لازم نكون عم نصوم عن كل شي بيحتوي على صعرات حرارية هيك منكون عم نعطي فرصة للجسم إنه يحرق دهون هيدا النقطة كتير مهمة خلال هيدا 3 ساعات منكون فينا نشرب مي سويل أعشاب قهوة شاي بلا سكر أو أي شي ما بيحتوي على صعرات حرارية رقم 4 وقت الأكل بس للأكل ما منكون عم نحضر تيفي أو من عم نفرج على الموبايل ونحنا عم ناكل من نكون عم ناكل بوعي عم نعرف شو عم ناكل وقدي عم ناكل رقم 5 اختيار الوجبات المشبعة اللي بيكون حجبة كبير بس قليلة بالسعرات الحرارية مثل الخضروات أو البابكون اللي هو البشار من دون إضافة كمية كبيرة من الدهون رقم 6 إنه نشرب كوبين من المي قبل كل وجبة إلو مفعول كتير كبير بيساعد على خسارة الوزن شرب كوبين من المي رح يساعدنا على التمييز بين الجوع الحقيقي والجوع الوهمي أحيانا شعورنا بالعطش الجسم بيفسره على إنه شعور بالجوع ولكن وقت منشرب كوبين من المي هيدا الشي رح يساعدنا على تحديد هل هو جوع حقيقي أم جوع وهمي كمان رح يساعدنا على أكل كميات أقل خلال الأكل وهيدا الشي بيساعدنا على خسارة الوزن رقم 7 تضمين الألياف ضمن وجباتنا أو ضمن نظامنا الغذائي الألياف إلى دور كتير مهم بالحفاظ على صحتنا بإحساسنا بالشبع لفترات طويلة وبصحة الجهاز الهضمة ولكن إذا كنا ما عم نتناول الألياف خلال نظامنا الغذائي وقررنا ندخلها لنظامنا الغذائي بتمنى يكون هيدا الشي بالتدريج لحتى يبلش من الجهاز الهضمة يتعود عليها شوي شوي وكل مرة منكون عم نزيد الكمية رقم 8 نحنا ننام نوم عميق عالي جودة وقت منقول نوم عالي جودة هو نوم الليل نوم مش أقل من 8 ساعات ونقوم عم ننام بغرفة معتمة بعيدة عن الأجهزة الإلكترونية نص ساعة قبل ما نخلط للنوم التوقف عن الأكل عند الشبع المريح ونخلي حالنا نوصل لشبع التام أو لمرحلة التخمي اللي ببلش عنا يديق النفس وبيبلش عنا صعوبة وعصر بالهضم أكيد أنا مش مع الحرمين فعاشر نصيحة رح تكون أنه نحنا لما وقت بدنا ناكل حلو لازم نعرف كيف نختار الحلو الحلو لازم يكون بعد الوجبة الرئيسية تكون قطعة صغيرة مرة واحدة باليوم ما تتجوز وزن 30 جرام أو بحجم علبة الكبريت وأكيد ما تنسوا أنه ممارسة الرياضة جزء كتير مهم من حياتنا الصحية وأسلوب الحياة ونواط الحياة الصحية على الأقل نمشي 30 دقيقة يوميا وإذا كان فينا نروح للجم بيكون أحسن طبعا كتير من مهم العالم تعرف أنه علاجات السمنة متعددة على مستوى السمنة الموجودة عند الشخص ومشكل شخص عنده شوية وزن زايدة بيركدوا يعمل عمليات وفي رأيها هذه رسالة يفترض انعيدة عطول وانكاررة طبعا البالون خيار مقبول أو العلاجات الثانية لمنى جراحية خيارات مقبولة بس لناس اللي عنده أوزان قليلة يعني مش مقبول أعمل أنا بالون لواحد وزنه 130 كيلو أنا عارف رح ينزل 15 كيلو ويرجع بعد 6 شهور يحتاج عمل عملية من بعدها بقى البالون أكيد خيار مقبول بالنسبة للناس اللي عنده نسبة وزن للطول بين 25 و 30 هذا هو البالون يعني مش نسهل على العالم اللي عنده بين 10 و 15 كيلو هذا ممكن يستفيد من البالون طبعا فيه تقنيات حديثة كتير بالبالون اللي هي بسموها الكابسولة الزكية اللي هي ما بتحتاج تعمل نظور للواحد قبل ليحطها ولا من بعد ليشيلها هي عبارة عن حبة تنبلع الوقت حوالي 5 دقاية عشر دقاية بتتعبها الحبة ماي وبعد 4 شهور بتدوب وتروح مع الخروج اسمو الكابسولة الزكية أو الألبس بالون كتير منيحة بس برجع بأكد انه هي للناس اللي عندهن 10 و 15 كيلو طبعا ممكن يعمل التهبات بالمادة ممكن ما يتحملوا الشخص ويقالنا بيشيل البالون ممكن ما يقدر يبلع الحبة تاعت البالون وممكن هالبالون يمرق على المسران ويسكر المسران طبعا هالشي بصير واحد بالخمسمائة مريض بالستمائة مريض بس مهم الشخص يعرف انه ما فيه بروسيدجر بيجي بيعمله هو 0% مشاكل فيه نسبة مشاكل بس كتير قليلة نسبيا طبعا دايما نحنا الناس اللي منحط لهم الاللبس بالون منحطهم على ستريكت بروتوكول بالنسبة لنوعية الاكل كمية الاكل تويت الاكل بالتابعون دياتيشن بيكون عندهم ميزان واسعة كونكتد اونلاين لقدر نتابع كيف تطور نزول الوزن عندهم بأي محل من لاقي خف النزول او وقف ضغري بيكون في حدا بيتواصل مع المريض لا ينبهوا لهالموضوع طبعا هذا كله بيحتاج انه الشخص يمشي على نظام معين طبعا النظام منه نظام حرمان وانا ما بده يعرف انه عنده تقريبا اول اسبوع اكله بيكون سوائل بعدين عنده اسبوعين اكل طري بعد اسبوعين لا فترة الاربعة الشهور اكله بيكون كل شي بيقدر ياكل بس من نظمله اكله لشان يساعده انه يوصل الوزن المثالي اللي بده اياه هلا الاسف الضمانات منا موجودة لانه هدي مرتبطة بكذا عامل العامل الاول هو هل الشخص كان ملتزم ولا لا بالنظام اللي منعطيه هل جسمه من الاجسام متساعدة لان في ناس اجسام كتير صعبة الشغلة التالتي هل هو عم يعمل الفيزيكال اكتيفتي اللازم يعمله انا بعطي تشانس انه ينزل 10-15% تقريبا 80-90% من الناس ينزلو هل 10-15% من الوزن بيظل عندك نسبة قليلة نعم اكيد ما في شي بالطب بنعمله والساكسس طبعه 100% طبعا هننصح كل الحوامل يعني الستات انه ما يصير عندهم حمل هو البلون موجود بس لا ما بيأثر ابدا اللي منعمله انه ممكن بي ندور بنعمل ندور وبينفخت البلون بيتفضى من المعدة انا ففضل طبعا انه بناية الست وابدي كون عندها بريجنانسي تهتم بالغزا تبعها شو تاكر شو تشرب بعدين في جهز كبير منه عندهم اول ثلاثة شهر بس كان عندك العيان استفراغ من الحمل بقى ما بنزيد عليها وجود البلون كمان بالمعدة ماننا مضطرة لا هي تعيش تحت هسترس ولا الجنين تبعها ينحرى من الغزا اللازم لذلك لا انا بنصح كل الصبايا انه بالوقت اللي البلون موجود فيه اللي هو ثلاثة ربعة شهر يعملوا بكل جاهده انه ما يصير اي حمل واذا صار حمل لا الابضل انه البلون يتنزل طبعا لا الادفانتج بالبالون انه انت منك بحاجة لا تاخد كميات كبيرة من الفيتامين بس نحنا اللي بنعمله بنعطي روتين لكل المرضى اللي عاملين بالبالون بالأربعة شهر اللي موجود فيها حبيت فيتامين كل يوم بتعوضهم عن النقص ليش لانه كان ياكل خلينا نقول كمية هالأكل صار ياكل هالأكل وبتالي جسمه ما راح ينتص كل بروتين والغزا اللي كان ياخدهم قبل بنعطي احنا روتين لكل المرضى اربعة شهر متى ما راح البلون بيرجع لوضع الطبيعي الشخص طبعا الرنج هي تقنية قديمة جديدة الرنج القديمة اللي كانت النفخ وتعود على المعدة ومرات تعمل هريان بالمعدة وإلى قاعد على نزول تقريبا حوالي 20-25 كيلو بقى والدراسات عليها صار لحوالي 5 أو 6 سنوات عم تعطي سيفتي بروفايل يعني آمنة بشكل كتير منيح بقى اللي بقولوا الرنج شكله انه رعم ترجع شوي شوي بس برجع بأكد منى نفس الرنج لا الرنج القديمة ولا الكونسبت القديم ولا حتى التكستشير طبعا تماما مختلف الرنج الجديدة الموجودة بس بتوقع يكون الى شغل وخاصة عند الناس اللي ممشي حالهم بالعمليات هالرنج هيدا عم تساعد الناس انه يرجع ينزل وزنة بدون ما يكون عملية أجراسف يعني هيدا بدون ينسوها ما في هيك شي بالطب ووضع السمنة ما في الشخص يعيش على مزاجه انا بقول اوكي وقت اللي بدك تاكل كل بس كل ضمن اعتدال بيجع بلاك تاكل كلها خبس بالجمعة مرر ما عليشي بس ما في يقول ولا شدلي الرنج هلأ ما بدي ااكل لا رخيلية رايح عندي وجبة هلأ وسهرة It doesn't make sense فابين شغلتين بيخلوني يقول لا للبوتوكس اول شغلة البوتوكس توكسيسيتي في ناس بلبنان وبرات لبنان صار عندهم مشاكل كتير كبيرة وصلت للوفاة من ورا اوبر بوتوكس نعطيت بكميات كتير كبيرة والشغلة التانية واللي هي كمان كتير مهمة انه ما عم يعطي النتائج اللي عم نشوفها على السوشال ميديا انا متفاجأ على تيك توك و بيطلع لك طبيب متصور بيبوزيشن غير شكل و بيقلك انا خسار عندي خمسين كيلو ستين كيلو تلاتين كيلو انا متصور الوزن هو اربعة خمسة ستة كيلو مش اكتر من هيك الناس اللي عنده وزن زايد بتعرف انه الوزن الزايد بها الايام هو مرض مرض عم يصيبنا كلنا اطفالنا شبابنا كهولنا وهالمرض هيدا قلو علاجات واللي بتبلش من نظام غزائي صحي لغصائي التغذية التابع معها لنظام رياضي صحي بيطلع اكتر بشوي لعلاجات طبية لعلاجات تنظيرية لاخر مرحلة هي الجراحة اللي عم حاول اقوله انه ما تضلك كل عمرك عم تعاني من النصاحة ومع تداعيتها سواء النفسية الاجتماعية الصحية بالمقابل في عندك حلول كتير ولكن استشير الشخص المختص بهالموضوع ما يكون علاجك فقط عن طريق سمعت من فلان او من فلانة او شفت خبر على السوشال ميديا نركض ونتعالج لالوك الالوان الزاهية او البرائد كوليرز هنه من اكتر الالوان اللي نحن هنشوفها هلق بموسم او صيف 2023 مثل الاخضر الاصفر الفوشيا الاحمر الاورنج وهيدي الالوان نحن كتير هنلاحظ تواجدها بصيف 2023 مثل ما كمان لاحظنا انها موجودة بالفاشن ويك بميلانو فشفنا اكبر دار الازياء او المصممين العالمية استخدموها واستخدموها بتدرجاتها لانه هايدي الالوان بتحسس المرأة اكتر بقديش هي ظاهر طبيعي القنوثي عندها وقديه بنفس الوقت هي مرتاحة محالة ومبينة قديه هي لامعة وساطعة بالمكان اللي هي عم تتواجد فيه اكيد بدنا ننطبه انه نحن حتى بهايدي الالوان اللي عم تستخدم نروح بالالوان الفائعة او الالوان اللي رايحة على pink وعلى orange وعلى فوشيا للصبايا الاصغر بالسن اما لما نوصل عند المرأة اللي هي من الاربعين سنا وطلوه اكيد مفضل انها تروح على الالوان اللي هي اهضة مثل الابيض مثل البلو بتدرجاته الازرق بتدرجاته فواتح الاخضر من فواتح الزهر كل ما رحنا للالوان الاروأ كل ما هي كانت بتناسب المرأة الاكبر بالسن بصيف 2023 رح نلاحظ انواع الاقمش الخفيفة قداش هي طابعة بالسوق وقداش مستخدمة يعني مثل الفساطين اللي نحنا كنا معوادين انه نشوفها بس على البحر الجديد بصيف 2023 انه نحنا هنشوفها عم تستعمل كتير لكل يوم يعني مثل القمشات اللي نحنا كنا عم نشوفها اللي هي فيها الوان فيها برنت فيها طبعات مختلفة فيها الوان الازرق مع الابيض الاصفر مع البينك او البايبي بينك كتير من هيدا الالوان الصافية ومعن هيدا القمشات الصافية رح تكون عم تستخدم لديلي لاف او الاستعمال اليومي عادة عن انه نشوفها على البحر هلأ كل شيء اوورسايز كل شيء واسع كل الكم اللي هو صار واصل عمنا تروكر او لكوع الان عم يستخدم كتير باللبس مع بلتس على الخسر مع شورت مع لاجنج مع سكيرت الطنورة والشورت واللاجنز كتير موجودين والدرسز الواسعة كتير موجودين صارت المرة اكتر عم بتروح انها تحب تحس حالها بها وعم تعيش حياتها اليومية تكون مرتاحة مع حالها عم بتفضل انها تروح اكتر عالدرسز او السبورات اللي قادرة تلبسها مع سليبر باجرة والالوان اللي هي حسيتها حاس حالة فيها انها طلعة ساطعة وبنفس الوقت مرتاحة هيدا الفستان متل ما احنا شايفينه بالاصل اللي عملت فيه الشكل اللي استخدامناه على الصدر مع الجدول اللي نازله من هون والحزام المطاط اللي مستخدمينه بقلب القماش من جوه هيدا بناسب اكتر من فئة من العمر هو بيريح طبعا لانه هو فلوه من هون واسع فهو ما بيبين عنا تضاريس الوراك ومن نفس الوقت بيعطينا قصة الخسر الصغير وهوني عنا نفس القماشة نحنا عم نستخدمها بقصة مختلفة غيرنا بقصة الصدر علينا الشك صار ما بين الصدر والكتف واكيد صارت القصة اوسع للصبية اللي بتحب تحس حالة لبسي اوفرسايز او اكتر كمان بناسب المضامات اللي هنه من عمر التسعة وثلاثين اربعين وطلوع وكمان عنا من نفس الالوان اللي كنا عم نستخدمها موديلات مختلفة وهوني رحنا بالمغات اللي موجود على ميلة الصدر لا اكتر يكون شادد من هون ويعطينا فورم الواسع من تحت الصدر ونزول للاشخاص اللي بيحبوا ما يبينوا ميلة البطن الوراك الافخاد يكونوا محددين بس ميلة صدرهم مع الحفر الرفيع وكمان بشكل انه تقدر الست انه تتحكم بيقعلوا وطول الفستان من هوني متل ما هي بتحب ولحتى نكون عم نرضي جميع الازواء كمان نحنا رحنا لنفس القماش وقدرنا انه نعمل منه الفستان القصير اللي فتحته اكتر على الصدر مطرز بالالوان الدهبية من فوق كما لكون ملفت اكتر للصبية اللي بتحب انه تكون لابسته بهالطريقة ومن هيدا القماش اللي هو مريح وطاغ كتير بصيف 2023 كمان قدرنا انه نحنا نعمل السك او الجزدان للصبية اللي عبالة انه تلبسه ان كان بالنهار او ان كان اذا حبت ترتديه على البحر فهيدا القماش رح نشوفه قد طاغة بصيف 2023 بالفستان بالقصص الاوفرسايز بالعبايات وحتى بالجزدين وهون صرنا عم نروح للانوان النارية اكتر اللي هي الاحمر والاصفر اكيد مع الفستان اللي هون استخدمنا في الفتحة على الفخد وكمان حاطين له المغاة ميلة الصدر مع قصة الصدر اللي هي بشكل V او رقم 7 ومستخدمين له الشكل اللي بنفس الالوان اللي على ميلة صدره وهون رحنا كمان لقصة مختلفة ولي هي البانت الهاي وست او العالي خسرو مع الطوب اللي هي قصيرة مع قصة للكم بشكل انه بتجي بترجعنا لايام الغجر وهون اخدين فيها شوي الشكل اللي بيعطي اللي غلتر الخفيف واكيد من نفس الفابريك نحنا قادرين انه نستخدم الفستان للعالم اللي بتحب تحس حاله اكتر مرتاحة وهي دي كمان استخدمنا من نفس القماش هيدا القميس يلي نحنا قادرين نلبسه بهذه الطريقة كفستان قصير وكمان فينا انه نفتح الزرار هيصير معنا كاميس نقدر نلبس من تحته شورت بنقدر نلبس من تحته الفيزو اللاجينج بنقدر نلبس من تحته الطوب نحنا منستخدمه منتحكم فيه باكتر من طريقة ومثل ما كنا عام نخبركن الفستان اللي كنا قابل نشوفها رائجة بس للمسابح وهي اليوم صارت بموضتنا وباستخدامنا اليومي من هاي الفستان كمان نحنا من نفس القماش غيرنا بقصة الصدر وصار عنا هيدا الشيب من فوق عنا الخسر اكتر ديق وفوتنا الطايجر أنيمل برونت مع الألوان البلو والوايت يلي هي هلأ كتير موجودة بالصيف 2023 موضوع الطلاق كله أصلا هو موضوع لازم يكون موضوع شخصي موضوع ما لازم يتعدى البات يعني إن كان طلاق بسبب أو لعدة أسباب شو ما كان بسبب ما لازم يطلع برقة البات مجرد ما طلع برقة البات صار فيه مشاكل زيادة فيه ناس ممكن يكونوا يطلقوا بس يضلوا على علاقة جيدة وخاصة أنا زا كان فيه أولاد بس اللي عم نشوفه هلأ من بعد ما عم يطلعوا على السوشيل ميديا صارت موضوع الطلاق مثل تراند بيعملوه لحتى يجيبوا فيورز أو لحتى خاصة الفنانين فنانين لما بدوا ينشهر فنان بيشهر طلاقه لما بدوا يوصل لمحل معي بيشهر طلاقه لحتى العالم يبلش تحكي فيه وهذا الموضوع عم ياخد كتير على السوشيل ميديا يعني صراحة زاقنا قد ما عم نشوف هايك حالات على السوشيل ميديا عندي تجربة شخصية أنا إنسان مطلق بس أنا حتى على السوشيل ميديا بعد صوري أنا ومرتي هذا الموضوع أكيد ما حدا يخصه فيه بلازم يضل بس بنفس العائلة يعني بنفس البات يعني إذا هو عم ينشهر غسيله هذا كيف بده ننصحه؟ أكيد أكيد ما بفضل يعني الأفضل إنه يضل هذا الموضوع بينه وبين طليقته وبينه وبين مرته وكرمال أولاده لبعدان يعني أولاده ما يتقسزوا بعدان بهذا الموضوع ويفكر بأولاده قبل ما يفكر بحاله يعني حتى لو طلع يكون عنده التفكير بأولاده لبعدان وين بده نوصله وين شو هيصير فيهون أهم بكتير من اللي عم يفكر فيه حاليا شو بدي يصير؟ لا هذا غلط هذي أمور أصلاً أمور شخصية هذي يعني ضروري الواحد يعرف العالم ولا ممكن طلق أصلاً الحمد لله المشاكل الوقت اللي تفوت الفقر من الباب بتفوت المشاكل من الشباك يعني إذا ما في محبة الرجال والمرة ما بيكملوا مع بعضون والمشاكل كلها عم تكبر بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بسبب اللي تشغل بسبب كل شي بس هي المحبة بالنتيجة هي الأساس إذا بيحبوا بعضون بيكملوا للآخر وإذا حالتون ملقلقة يعني إذا ما أخدوا بعضون عن حب بده تزيد المشاكل بروحوا عالطلق أكيد لا لأنه هايدي شغلي بتخص الحميمية تبع الشخصين أكيد لا أبداً لأنه هاي المشكلة بتخصني أنا وجوزي وفي حال عرضتها ما بعرضها على نتاق شخصي بعرضها كمشكلة عامة يعني مثلاً إذا مرة عم تتعرض للضرب بعرضها كمشكلة عامة ما بعرضها كمشكلة خاصة يقولون شوية أدب وشوية حميمية ما بتضر واحد يخلي الشغلي لحاله ما بتضر مشكلة حقيقة منيحة على هلا هو الطلاق أبغض الحلال عند ربنا ما ضروري ينتشر على السوشال ميديا خليه يكون فيه خصوصية بين المرأة والزرمة إن شاء الله ما بيصير أكيد لا حتى لو صار أكيد لا لا أكيد لا أنا بحب أكثر شيء البرائبسي يعني تكون يعني ما ضروري كل شيء ننشر غسيل بعض على السوشال بالنهاية في شيء اسمه خصوصية لا أكيد لا لا الخصوصية أحسن من أنه ننشر بعض غسيل بعض يعني وهيكي المشاكل تكون ضمن بايدة بقولهم ما حدا ننشر خسيله على العالم تخلي الإنسان سره بقلبه ده أول شيء شيء غلط يعني يعرضوا عن شيء خاص بحياتهم بس الفكرة اليوم عم بيصير طلاقة كتير موارا اليوم ما فيها عم بيمشوا عم مبادئ معينة الزواج هو مؤدس بنظر الله يعني لازم الشخص يحترم هالأدسية اللي هو الله عطانا إياها فكتير عالم اليوم عم بيحسوا الزواج متكال وشغلة ماضي ورقة فهدا غلط أبدا يوم هالشي بنى على تفاهم بين الزوج وزوجه لا أبدا أبدا هدا شيء غلط ممكن أقرد شيء بيصلحوا صلح الأمور بش مش أقردوا حتى أبيها أنه أنا طلقت هذا أكبر غلط بيعمل الشخص صراحة يعني هو شيء ما المفروض يعني نحاط على السوشيال ميديا والمفروض يضل هيك شيء خصوصي يعني أنه ما ضرر كل عالم تعرف أنك طلقت يمكن متل ما كل عالم تعرف أنك جوازت بس أنه هيداك شيء تاني بقى بس لا أنا برايي أنه هذا شيء خصوصي لازم الواحد يحافظ عليه لأنه موضوع الساس ويصير وقال كل يحكي أنه هيدا تطلق وهيدا تطلق فإيه أنه ما نوع شيء لازم ينحط على العلن يعني كمان ما المفروض لأنه بعتقد بحالة الخطبة تحس أضرب شوية من حالة الزواج لأنه بالزواج أردي يعني بتكون يعني بالطلاق في شوية تاكي بس أنه بالزواج بتكون أنت أكيد وبعدين بتروح عليك فأي لا ما بعتقد شيء لزمين حاط ما تحط طلاق على السوشيال ميديا أكيد لا ما تنزعه هيدي يعني الواحد اللي ما بيعود إنه تطلق عدس الميديا هنا عميش هرو حامل صراحة يعني لأنه بطل فيه خصوصيات للعيال أو للأهالي بس بلشت العالم تعرض مشاكل عدس الميديا بطل فيه شيء اسمه حرمة بات يعني بطل فيه شيء اسمه مواد ورحمة سارت النسوان تطلع على صندش الميديا لتعرض خصوصياتها يعني بطل فيه شيء اسمه خصوصيات عائلية اهتمام يعني بالعربي الدارجي يعني انه مبطل في دين فهذا الاحترام للبيت صارت المرة اذا تعمل طبخة كلنا بدي يعرف و بدي كيف تربي ولادة يعني كل واحد يحسن بطريقتها عم تعرض عم حالة على الستشن ميديا يعني بس انه كشارع ولادين محاش في التزام لشارع ولادين وحتى خصوصية بالأدبيات يعني كله ببيت المرة سر ببيتها عم بيقلوا انتزموا حالكم انتزموا بيوتكم لانه الحسد انتوا اللي عم بتجيبوه لما تفقوش بحياتهم ولما تلاقي مسيبي ورد تانية فشل بالحياة الزوجية فشل مع الولاد هي كل سبب الاعلان اللي عم تعلموه خلوا المسلسلات للموصلين وخلوا الاعلانات لتعالي الاعلانات ومش كل واحدة صارة بتقول ممثلة وتشتغل بالاعلانات في هي شي اسمها جامعة بتروح تتخرجوا منا بفضوا معاهد فنية في شي اسمها دراسة مش كل واحدة صارت حابة بدأ تقهر فاقتها تطلع لعا الاعلان شوي لانه هيدا فيش شي خصوصيه لبيتك وبعادي الحسد والعان عنك لانه هو اساسه اللي عم يحطه على التليفونات هيك موضوع صار متاح يعني على الايام كتير عبل المواقع التواصل الناس فاتحة حالة بحالة صار الكل بيشتغل على السوشيال ميديا وللاسف هيدا انا انا بعتبر انه شي منو يعني منو لاقت فيه في خصوصيات بالنهاية كل بني ادم عنده خصوصيات مفروض انه يحتفظ فيها لاله هو مشكل شي يكون يعني عامة تمت مدوله فيه خصوصيات تانية ايضا مالا اشوفها وما فيش بيتخبه يعني بس انه يعني مش لاروري تكون مثل ما اقوله مفتوحة نصيحة لكل حدا ما يعمم قلي فيه امور الشخصية لقلك انت حتبص فيها لقلك انت وكل التوفيق لكم هذا اكيد يعني مش منيحة للعالم كله يعني بالعكس نعني ضد هذا الشي يعني اكيد يعني بصير فوضى اكتر زيادة عن لزوم يعني عالم يعني كل واحد صار بيحكي من عنده شي اكيد هذا خصوصي بين زوجي وزوجي اكيد لازم هذا يتضل خصوصي لالون يعني مش مش منيحة يعني مش وردة يعني